طيب هنبدأ بقى نتكلم على table of contents خليني بس الأول أكريت مثلا فولدر جديد اسمه table of contents وأكون مثلا في فايل اسمه documentation عندي فايل اسمه كمش أخذ بس أول سطرين كده بأخذين في كل طيب اللي هو مش مكتبش كتير كده واكتب ايه باكسلاش end document طيب معرفش الباكتش دي مش لازم أحتاجها يعني على حسب أنا بعمل إدي الوقتي وابتقيين افرد مثلا أن أنا عندي ولو أنا عمل table of content فلازم في حاجة أعزي أعرضها في table of content فلازم أكون عندي حاجات عملتها أو فايلات مكونها خليني مثلا كنت أعمل include include ليه الـ intro مثلا intro introduction طيب وأفرد مثلا عامل include 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 الـ conclusion 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 كمام؟ طبعا خلن كون الفائلات دي الأول مثلا حاجة اسمها introduction فايل جديد أسميه introduction وأبدأ بدايتها من الـ introduction كده أكتب مثلا section اسمه backslash section introduction واجب أعطي كده أعمل subsection subsection وأسميه مثلا problem statement problem statement statement خليني مثلا أعمل كده subsection uh مثلا challenges مثلا أي حاجة أي أي subsection زي ممكن تحطها مثلا outline ممكن section اللي هو الموتيفيشن الموتيفيشن طبعا الموتيفيشن نتحط إيه فوق شوية تمام؟ قليني أخد الكلام ده كله كده بحطه في الـ conclusion اسمه إيه؟ استقع ممكن أعمل شابتر تاني أو فايل تاني اسمه conclusion conclusion واكتب في الكلام ده كله وغير طبعا اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايزاه اللي هي كلمة conclusion conclusion وأعمل subsection اسمه conclusion وsubsection تاني اسمه مثلا future work future books لو أنا جيت أعرض document طبعا أنا مش كتب حاجة في الـ introduction فخليني أكتب حاجة مثلا مثلا this is problem statement statement وأخذ الكلام ده كده وأخذه مثلا هنا أنا أننا كل section تكون جوهه كلام على سبيل المثال يعني ممكن أن أجب في الـ conclusion وكتب this is the conclusion و this is future works ان انا كتبة الكونكولوجين مش بس عملت كلمة home future works عشان بس اي بقى شو اللي بتاعنا برضو منتقي اي كده في الديكمنتيشن واعرض عملت انكلود الانترودكشن خلينا نجي اللي حاجة اسمها الانترودكشن كلام و اجي بعد كده في الصفحة اللي بعدها يجي لي كونكولوجين كلام مش عارفين طبعاً يعني باجي كده في الانترودكشن يعني ما باجي ابدأ اي شابتر بروح كتبة كلام ما بقولش مثلاً this is introduction شابتر مثلاً لازم اقول حاجة this chapter includes كذا اي حاجة المهم ان انا لازم اكتب كلام في بداية الشابتر ما ينفعش اخدش في subsection يعني بس لو ما عملتش هيك يا مفروض ان انا عمل section بعلى طول home and طيب فخليني بس ده بس طريق الكتابة بس فلو جيت في conclusion هتلاقي ان في كلام بعدين section اسمه conclusion مش هارف ايه طيب وده برضو كده لو عملت كده بس كده backslash backslash table off content contents كده عرفت ده غابي ولا ايه content بس كده وعملت combine يا سلام شوف يعني دلوقتي بقى هنلاقي عمل table of content automatic اوكي كده حطيه table of content بالترتيب section subsection section subsection تمام لو جيت مثلا كنت جاي في الintroduction دي طبعا كله هنا عملي صفحة اثنين دي صفحة ثلاثة فخليني اكتب مثلا الاسمي البرومي السيتمنت دي انا قلنا هتاخد صفحة فتصفحة بحالها فتلاقي طبعا مش هيبقى التركيم مش هو هويه فانغار التركيم هنلاقي 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 دي بس دي اتنين ودي تلاتة كده دي بقى التلاتة واحدة ففي حاجة خلت صفحتين او خلت صفحة وبعدين بقى دخلنا بحاجة اللي بعد كده ده يعني هو بيعمل فعلا automatic يعني مش طيب ده شيء عظيم الحاجة التانية ان انا ممكن اعمل include لفايل هل معنى كده ان كل الحاجة اللي بعمل لها تتعامل في table of content براحتك لو انت عملت include وانت عايز وما يظهرش في ال table of content ما تخلوش يبدأ بsection او بشابتر كماما مثلا تعمل include لشابتر ممكن تعمل include لابستراكت ابستراكت 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 طيب ممكن تعمل مثلا اللي هي اكناولج منت اكناولج 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 طيب ودي برضو الادمشن طب اما بيكتب عشان انا ممكن اكون كنت عملت فايل زي كده ابلي كده او موجود عندي يعني طيب فدلوقتي ده ممكن حاجات تكتبها وما تتعاليتش عندك في table of content خليني انا مسلا اعمل اكناولج منت كده اعمل فايل اسمه اكناولج منت واجه عند الاكناولج منت ما خلوش يبدأ بسكشن خلوش اعمل بكس لاش بجين بيكين مش هابتر بصور عليه وواغلط بجين واعمل كده واكتب جواه اكناولج منت واعمل انت انت اكناولج منت اوكي طبعا الاكناولج منت باجه الاول بعمل مسلا اه بجين بجين سينتر سينتر ويند سينتر مش فاهمني ولا أنا هاينة اند سينتر واكتب كلمة اكنولوج منت أنا عايزة كلمة تظهر في الأول في النص كده ربعنا ممكن اكتب اتخليها بولد تيكست بي اف اند ممكن نجيب كلام نجيب كلام في تبع الاكتنولوج منت مسلا بيساعد مش عارف ايه كده اكتنولوج منت دي الحاجة يعني عبارة عمش تشكر فيهم اي حد يساعدك في البروشكت بتاعك في الماجستير بتاعك الدكتورة بتاعتك دامني فده هو ده الهدف من الاكتنولوج منت طبعا بيبقى لها فورمات عايزت تجيب فورمات عايزت تعمل انت راحت بطريقتك المهم يعني ده الاكتنولوج منت لو انا جيت عملت كده وقلت مش هيجي لأي مش هيجي لأي حاجة من قصد الحالي باتللي بنصو ويجي لامرج منت عايزي تمام كده فما جيت ليش في التابل في كنتنت اكيد يعني طبعا انا اصلا بعمل كافر قبل التابل اف كنتنت فما فروض يعني ببقى في كده كافر وبعدين ايه طيب لو عايزة اعمل برضو على اساس ان انا اعمل اكتر من فايل او ابستراكت اعمل فايل اسمه ابستراكت واكتب فيه ممكن اخد فيه كل اللي موجود في المهم ان انا اقدر ايضا حاجات ابستراكت وحاجات ابستراكت واكتب في النصف كلمة ابستراكت واعمل اند ابستراكت وجران هتعمل لي حاجة اسمها ابستراكت وحاجة اسمها ابستراكت والاثنين مش هتعرضوا في ابستراكت و بعدين ابستراكت وبعدين مش عارف ايه طبعا اه وبعدين الشرط اللي بعدو هكذب حاجة كمان اللي ممكن المفروض ان او يحاج بحاجة كواسة اللي عملتها في تيبل في كنتنت او ان انا ممكن اعملها اللي هي الريفرانس ريفرانس ريفي 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 ريفرانس طيب الريفرانس دي يعني كل الناس اللي اشتاد في شغل بتاعك ممكن يكون عبارة عن ببر ورقة بحسية او عبارة عن كتاب او عبارة عن لينك في اليوتيوب او لينك عادي بتعمل بفورماك معين بتكتب الفورماك بتاعها بعدين بتبدأ ان انت تقول تكتبه عندك في الصبح تقول ان الريفرانس ده عمل كذا طيب لو انا عايزة اكتب الريفرانس بعمل فايل تاني اسمه ريفرانس وباجي عند الريفرانس كده وبعمل لازم الريفرانس بتبدأ بحاجة اسمها بيبليوجرافي بتكتب بجين بجين بيبليوجرافي انت بيبليوجرافي انا عايزة اعمل ريفرانس زي كل ريفرانس بتعمله كده بيب ايتم بتكتب كلمة بيب ايتم وتكتب ريفرانس بتاعك وبعدين تاخد الحاجة دي كده انا عايزة اعمل اكتر من ريفرانس يعني طيب طيب خليني اخد مثلا كوبوبست حاجات من عندي ريفرانس موجودة مثلا انت خط حاجة زي كده وخط ريفرانس تاني بس ما عودش اكتب بالاول ممكن اكتب اي حاجة يعني اصلا حاجة ممكن اكتب حاجة مش مش لازم تبقالها معنى طيب 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 كتبت كلام طبعا انا ممكن اكتب فورناوي يعني ممكن اكتب كده يعني اي حاجة بس انا بس اكتب حاجة لها معنى ف ده ده الريفرانس اول ان او عايزة اعمل ترقيم للريفرانس اللي ازا بكتب كلمة تسعة يعني عايزة اكون الريفرانس وان تو سري فور مش اي بي سي طيب لو انا جيت عملت الريفرانس كدة خلي نرناها بس الاول لأ pakai ن jeg an'anenser دي ريفرانس 34 Tele Tre 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 Ti ممكن انا العاملي حاجة بحاجة بحيسب تر بحاجة غريبة طيب طيب دي الريفرنسز اهي 1 2 3 لو جيت عند الريفرنسز هنا هو واضح ان انا لو شيلت مثلا ده كده عامل سطرين طيب خضرين انا بقى حالة كويسة جدا اللي هو ماشي دي الريفرنسز انا عايز اجي فوق واروح ايلى ايه الريفرنسز ده الناس اللي فيه طلعوا نتائج كذا انا عايز اجيب سيرت الريفرنس ده رفرنس 1 2 3 واعمل ايه باجي مثلا في الانترودوكشن كده واكتب كلمة مثلا authors authors in backslash site انا وعملتش واكتب label هنا مثلا solve it the problem problem by كذا 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 اوكي طيب ده انا عايز اكتب ايه ايه هنا عايز اكتب واحد طيب اكتب واحد الفكرة كلها ان انا ممكن الريفرنس ده عايز اعمل له sorting alphabetical عايز اعمل له sorting بالنسبة للسنين عايز اعمل له sorting بأي طريقة فما ينفعش اكتب واحد لان الريفرنس ده ممكن تتغير يعني ممكن ايجي في مرة الريفرنس ده اخليه بعد تحت او فوق وفي النص فترتيبه هيختلف فما ينفعش اكتب كلمة واحد فالله يحصل ان النهاج عند الريفرنس كده وقدر كل الريفرنس label يعني مثلا ده xx label يعني حاجة عايز اديله التركين برضو عادي بس انا هديله label اللي هو حاجة تتغير حاجة هتبدل سابتة معاه مهما ان انت غير الترتيب ولا لا كمام ها جاني هنا في الintroduction اقول له مثلا backslash site 3xt 3xt ده اللي هو الريفرنس الاولين ولو جيت ارن كده هراح عند جزة بتاع الintroduction هيروح اقل لي authors in 1 فين الintroduction هيقول لي هنا authors in 1 solve the problem by case دي 1 كده لو حصل مثلا وجيت الريفرنس دي حصل لها ايه حصل لها عكس ترتيب x دي وجبتانا انا مثلا اخر واحد x دي بقتي نفس الريفرنس بقى اخر واحد انا كنت اقلع authors in 3x اعمل كده سابت اسم اللي هو يعني هروح اقل لي authors in 3 الواحد authors in 3 تمام كده فدي طبعا حاجة كويسة هي جميلة فدي فكرة اللي ايه الريفرنس وزي اعملها عشان اكريت ريفرنس باجي اكتب كده بيبليوغرافي باجين الحاجة دي واكتب الريفرنس وكل ايتم اعملوا بايتم واللات دي كل ايتم label ولازم اعمل اللي هو الترقيم ده اللي هو اسمه 9 عشان يكتبوه يرقمه لي وانت الواحدك بقى بترتب الريفرنس زي ما انت عايز يعني عايز اكيد طبعا وانت عايز تقول الريفرنس حاجة تانية اللي هي الابندسيز طيب ممكن اعمل backslash appendix appendix بيست كده وبعدين اعمل include include slash include طبعا بس خلينا اشرحها برضو appendix appendix one appendix a واجه نعمل appendix b الابندس دي لما بتيجي تكتب مثلا في documentation او تكتب اي حاجة في المشروع بتاعك المفروض ان انت هتيجي تتكلم على technology معينة افرض مثلا عايز تتكلم عن بايسون عايز تتكلم عن CNN عايز تتكلم على حاجة يعني فمفروض ان انت بتشرح شغلك لكن عايز تقول الناس ان انت لو مش فهم اصلا عن ناس ان ممكن اديك introduction عنها او اي خلفية عنها في الابندس فهو ده معنى الابندس فباجي ممكن الابندس ده سمي appendix كلها ctrl v ممكن اعمله رنين مالش اخليه appendix الابندس واكتب في الابندس ابندس a وعمل فايل تاني وسميه appendix b تمام وطبعا لما اجي اعمل الانكلود هنا فاضطر ان انا اقول appendix على المكان الاسم appendix الاول اصلا يعني فقول appendix ctrl v كده backslash وبعدين اعمل له appendix backslash خلاص يعني انا عايزة اشرح ال cnn فاشتراح في appendix a عايزة اشرح البايس واشتراح في appendix b كده فانا هروح مسلا عند appendix appendix دي واروح عند appendix a لازم في الاول اكتب كلمة clear double page دي كلمة يعني عشان بس ممكن ابيلك اهميتها بعدين بكتب كده section section وقل مسلا عايز اتكلم عالسينين وبعدين اكتب subsection sub backslash subsection واكتب مسلا basics basics بعدين subsection architectures archi architectures وتكتب هنا كلام this is basics this is basics واخد منه نسخة يعني كلام بس ان انا كتبت موضوع خ بالا لاؤ لو خدت نفس الكلام ده بس كده حط مسلا في appendix b وقلت إن عايز أتكلم عن مثلا البايسون وقلت إن البايسون ده عايز أتكلم عن بايسكس وعايز أتكلم مثلا عن اللي بيراريز لي بيراريز معلوم يعني تمام خليني أرمني كده وشوف هل ده هيتحط عندي في تيبرف كونتينت ولا عفلي بياخد وقت ولا أنا بتهيألي ولا آآ طبام كده فاللي حاصل أهو إن إنت عملت تيبرف كونتينت انتردوكشن كونكلوجن وبعد كده جي عن سينين قال سينين وبعدين بايش سينين هيشرح في البايسيكس والأرتيتش آآ بشكل ما يعني لو جيت عاشلتي كلمة كيلير دابل آآ بيتش دي بيروح كاتب آآ آآ أعتقد سواني بس أقول لكم اللي اختلاف فيها إيه آآ تقريبا بيكتب بايزيكس أركتكتش عطول ما بيكتبش اللي سينين أقول يعني ده شيء عظيم جدا هو يعني كان مرة اللي فاتت مش بيعملها بس مشوش كله آآ طب إحنا دلوقتي خلاص يبقى أنا لو أنا عايزة أعمل بابندكس بابدأ بسكشن لو عايزة أبدأ بابندكس بي بابدأ بسكشن لما الحاجة دي تأثيرها مش واضح بس خلنا نشوف تيمكن يكون لها تأثير تحت كده في الملاش أي تأثير خلاص مفيش مشكلة فخلاص احنا كده تمام عارفني يعني إزاي عمل تيبلوف كونتنت وإزاي الحاجة ممكن أخليها تتعرض في تيبلوف كونتنت أو ما تعرضش ولو عايزة كده كده الحاجة ما تعرضش في تيبلوف كونتنت فأكيد هممكن أحطها فوقه فوق تيبلوف كونتنت وأكيد برضو كده ممكن مثلا هي للليست of figures برضو لو فيه figures بتكتب كده باكستاش list of figures نكسن إن أنا كنت كتب هنا حاجات يعني لكن أنا مش كتب دلوقتي حاجة فدلوقتي إحنا رأينا فكرة التركيم هو تمام هو طريبا بيهنج أو حاجة فدي الشابترز دي الintroduction conclusion الابندسيس والreferences مش بيحطها الابستراكت الاثنولوجمنت الintroduction بالsections بتاعتها وهادي الـ references بالتركيم بتاعتها وهادي الابندسيس بتحط دائما في الآخر بعد الـ reference خلص أتمنى طبعا الفيديو يكون مفيد وإن شاء الله نتقابل في فيديو تاني عن اللاتيكس ترجمة نانسي قنقر